تكاليف المقاصة المحروقات اليوم الحمد لله انتقل من 55 مليار ديال الدرهم المنجزة عمليا سنة 2012 إلى 23 مليار ديال الدرهم سنة 2015 وهذا يحرر رقبة الدولة من تكاليف تقيلة كانت يمكن على مدى السنوات الأخيرة وتراكماتها أن تؤدي بالاقتصاد الوطني إلى أزمة حقيقية ولأن انخفاض تكاليف في دعم الدولة يستوجب حتما إجراءات مواكبة ترمو استهداف الفئات الأكثر حاجة لدعم الدولة في إطار الصندوق فإن هذا الإشكال لا يزال قائما ويتعين معالجته حسب رئيس الحكومة الإشكال لما يزال مطروحا هو كيف نصله من خلال الدعم المباشر إلى الفئات الأكثر حاجة والأكثر يعني حاجة لهذا النوع من المساعدات حتى لا تبقى بطريقتنا عشوائية كما وقع لحد اليوم في المجالات الأخرى التي لا تزال بقية وخلال الاجتماع عشد رئيس الحكومة أيضا بما وصفه بالتدابير الجرية التي اعتمدتها الحكومة لإنجاح هذا الورش وهو ما من شأنه تحفيز اعتماد آليات ناجعة في وفق بلوغ اقتصاد قوي وتنافسي فضلا عن تحقيق تمويلات إضافية لتمويل الاستثمار والبرامج الاقتصادية والاجتماعية اشتركوا في القناة